اكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور البارز الذي تطلع به سلطة القضائية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون باعتبارها ركناً أساسياً في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعه جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم في قصر رفاع سعدة المستشار عبدالله بن حسن أحمد البعينين رئيس المحكمة الدستورية حيث هنأه سموه بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية وتمنياً له التوفيق والنجاح في مهم عمله ومنوهاً سموه بالأدوار التي تقوم بها المحكمة الدستورية في مسيرة العمل الوطني وأعرب سموه عن شكره وتقديره لجهود العاملين في السلطة القضائية على ما يقدمونه من تفان وإخلاص في أداء مهامهم وخدمة وطنهم مشيداً بالتعاون البنابين السلطات الثلاث الذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات الوطنية للمملكة وأهمية مضاعفة هذا التعاون بروح الفريق الواحد بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبما يعود أثره على نماء وازدهار الوطن والمواطن من جانبه أعرب رئيس المحكمة الدستورية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه من اهتمام ودعم للسلطة القضائية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر